ناصر بعقولها وبزكائها وبطريقتها وبأسلوبها عملت لنا العالمين الجديدة وعملت لنا أقوى مهرجان على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى البحر الأمين العالمين الجديدة مدينة متقلقة جذابة بكل ما تحمله الكلمة من معنى العالمين الجديدة هي مدينة مش بس للتصييف والسياحة الداخلية وإنما أصبحت مقصد سياحي للأجانب مش بس كمان لنا أو لإخواننا العرب وانا من الناس اللي دائما تتعمد انها تستخدم كلمة الأجانب على غير العرب يعني احنا العرب الأجانب ده منطقة البساطة طيب هل بس كده العالمين الجديدة حالة مختلفة تماما في نظم المدن المصرية حالة من الحالات اللي أنا دايما أقولي كده أقولك يا جماعة عاوز تشوف زاوية من زوايا أو مفهوم من مفاهيم الجمهورية الجديدة يبقى لازم تبص على مدينة العالمين الجديدة عشان تشوف يعني ايه مدينة متكملة من كل النواحي هي المدينة الساحلية السياحية هي مدينة الترفية هي مدينة للثقافة هي مدينة للصناعة هي مدينة ذات ظهير زراعي من أكبر الرقع الزراعية على مستوى الجمهورية اللي هو تحديدا الدلتة الجديدة لأنها جنوب مدينة العالمين الجديدة العالمين الجديدة دي حالة شديدة الاختلاف والمهرجان ده إن أثبت إنما يثبت نحن عندنا قدرات تنظيمية هائلة هائلة طاقة غير ناضبة طاقة متجددة اسمها طاقة العقول المصرية هنا كانت الشركة المتحدة تمثل ده أو تقدر تقول أن الشركة المتحدة هي عنوان لده بمنتهى الامتياز تتكلم على شركة مصرية خالصة يدرها المصريين بشكل خالص يعمل بيها المصريين بشكل خالص عملوا لك هذا المهرجان اللي الدنيا كانت بتتكلم عنه معي على الهواء مباشرة زميلي العزيز أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري احكي لي يا أبو حميد إزاك يا يوسف مساء الخير مدينة العالمين زي ما أنت قلت هي حالة فريدة أو أصبحت فعلا حالة فريدة يعني إحنا يمكن رغم انتقى فعاليات مهرجان العالم على مين إمبارح إلا أن الناس ما زالت موجودة في الأماكن اللي كانت بتقام فيها جميع الفعاليات سواء هنا في الممشى السياحي سواء في الأرينة سواء في مصرح الشارع سواء عند مصرح العالم على مين وكأن الناس عايزة تقول إحنا مش عايزين المهرجان يخلص عايزين ويستمروا فعلا أنا سمعت الكلام ده لما كنت بعمل لقاءات مع الجمهور ومع المواطنين كانوا دايما بيقولون إحنا عايزين يبقى فيه فعاليات مستمرة مش بس تبقى فعاليات فيه دورة صيفية لإحنا كمان عايزين دورة شتوية لمهرجان العالم على مين هنا في مدينة العالمين الجديدة طبعا إحنا أصبحنا بنتكلم عن مدينة تعج بالحياة فعلا هو وصف دقيق جدا للحالة اللي أنا شايفها دلوقتي ممكن أنا يعني جيت وتجولت فيه الممشى السياحي وزورت فيه المول التجاري وبعض الأماكن كمان هنا في مدينة العالمين كلها تعجوا بالحياة مش بس مصريين لا كمان فيه عرب وفيه أجانب فأصبحت بالفعل زي ما أنت قلت يا يوسف هي مدينة فعلا أصبحت وجهها سياحية لجميع دول العالم لكل أنظار العالم يعني إحنا بنكلم عن مدينة سحلي على طول 14 كيلو متر شهدت فعاليات مهرجان على مدار 52 يوم طبعا من بدايته 13 يوليو لغاية نهايته إمبارح 2 ستمبر كل الفعاليات كانت يعني الشركة المتحدة استطاعت أنها تخرج بهذا المهرجان بشكل قوي جدا زي ما شفنا طبعا وطبعنا معاكم يوم بيوم على شاشات التلفزيون ويمكن أنا كمان حضرت جزء من هذه الفعاليات وسواء الفعاليات الرياضية أو الفنية أو الترفيهية وكنت دايما بشوف آراء المواطنين وآراء الجمهور وكانوا دايما بيقولون لنا يعني اللي هما في حالة الانبهار يمكن الحفل الختام من بارح كمان زي ما تبعناها على الشاشات وتأكيد كمان شفتوا إزاي بدأ الحفل الختامي بمجموعة من الألعاب النارية لأضاءة سماء العالمين بالليل وكان في حالة من الانبهار الانبهار ده مازال مستمرة لغاية دلوقتي يمكن أنا أنا بقعد أتكلم مع الناس يقولوا لي إحنا في حالة اندهاش في حالة انبهار كبيرة جدا بما تم خلال فعاليات مهرجان العالم على مدار أكتر من خمسين يوم يمكن المدينة أعتقد أنها العالمين هتفضل مستمرة كده في حالة الزخم الموجودة ما بين الناس الناس جاية تشوف الجمال والإبداع اللي أصبحت عليه مدينة العالمين في الفترة الأخيرة أحمد الصورة دايما تتحدث عن نفسها زي ما بتقال ربا صورة تغني عن ألف كلمة وإنت بتتكلم فأنا الحقيقة زي ما أنا منتبه بعقلي وبودني معاك عيني رايحة على الخلفية اللي وراك ومش بتكلم على المباني والإضاءة وما إلى ذلك أنا بتكلم على الناس أيوة في ناس كتير وراك يا أحمد بوقفة وناس بتتمشى وناس بتروح بص على الكاميرا وتبتسم من واقع بقى لقاءاتك اللي أنت عملتها وأنت هناك إيه أكتر حاجة كانت مش هقولك لفتة انتباهي الناس لكن إيه أكتر حاجة كانت بسطة الناس في العالمين الجديدة لو إيه أكتر حاجة كانت بسطة الناس بمهرجان العالم عالمين أكتر حاجة كانت الناس مندهشة وسعيدة ومبسوطة بيها هو حجم الإنجاز اللي حصل هنا في مدينة العالمين كلهم ييجوا يقولوا هي مدينة العالمين كانت إيه وأصبحت إيه وفي وقت قد إيه يعني هو ده كان فيه علامة اندهاش وانبهار إزاي المدينة دي أصبحت في وقت قياسي في هذا الجمال هذه الروعة يعني أصبحت فعلا هي مدينة سحلية تضاهي مدن وقبريات المدن السحلية على مستوى العالم نتكلم عن أبراج كبيرة جدا عن فرص استثمارية بتجذبها المدينة فطبعا الناس منبهرة طبعا كل زوار سحل الشمالي لما بيجوا هنا مدينة العالمين بيندهشوا ومش مصدقين اللي حصل ده أو اللي بيحصل في مدينة العالمين اللي احنا عندنا مدينة زي مدينة العالمين وهي طبعا مدينة زكية من مدن الجيل الرابع وطبعا فيما يخص المهرجان وفعاليات المهرجان الناس برضو كانت سعيدة جدا بمجموعة الحفلات والمطربين سواء من مصر أو من وطن عربي احنا بنتكلم طبعا عن فنانين يعني وحفلات غنائية شاهدها مهرجان العالمين على مدار خمسين يوم كانت متنوعة جدا وبشكل كبير جدا يعني هي ردت جميع الأزوار ردت جميع الأعمار السنية سواء أعمار سنية صغيرة أو شباب أو أعمار متوسطة وكمان كان فيه كبار سن موجودين بيحضروا لنجوم اللي حضروا هنا طبعا ويشاركوا في مهرجان العالم على مدار أيامه المختلفة طبعا ده كان أبرز الردود الفعل عند الناس ده غير طبعا المشاركات والفعاليات الرياضية اللي كان برضو فيه ناس كثيرة جدا سعيدة بيها وسعيدة بالمهرجان اللي مش بس هو مهرجان فني لا هو مهرجان شامل متنوع يضم فعاليات رياضية ثقافية وترفيهية إلى جانب طبعا الحفلات الفنية صحيح أنا مشكورك جدا أحمد كل شكر زميلي العزيز أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصر أقولك ليه العالمين الجديدة دي حالة يعني وتحديدا مهرجان العالم معالمين شوف دول كتير في العالم في أوروبا وفي أسيا وفتاق ما يجيه يعملوا يقولك مثلا هنعمل إيه مهرجان للغناء مهرجان للسينما مهرجان للمسرح كل حاجة على حدة مهرجان مثلا للألعاب الرياضية الشاطئية العالم عالمين ما كانش كده العالم عالمين إدى طعم لموسم الصيف في مصر أكثر اختلافا أكثر بهجة أكثر فاعلية ما هواش مجرد مهرجان زي اللي بيتعاملوا في دول كبيرة وحلوة وجميلة في العالم الحطة المصري بانت إيه هي الحطة المصري؟ إبداع المصريين زكاء المصريين اتساع أفق المصريين أنا بعمل موسم صيفي مصري بامتياز يعني إيه مصري بامتياز؟ يعني بعقل وبأدين المصريين لكن يبقى دايما مرحب بالكل مصريين وعرب وأجنب على مستوى الرياضة وعلى مستوى الترفية وعلى مستوى الغناء وعلى مستوى الدراما وعلى مستوى الرياضة وعلى مستوى مش ده اللي احنا شفناه هنا بيجي تميز العالم عالمين إن انت خلقت صيف الصيف كان للأسف وصل إلى مرحلة من الرتابة يعني اللي هو إيه إحنا بنا يخد بعضنا ونروح وننزل للبحر والسلام عليكم مثلا وفي ناس تحب الصهر والزقططة والكلام ده وفي ناس تانية بتقول لك طب أنا عايز اكتيفتي أنا عايز شيء ما أعمله وشيء يتفق مع طريقتي وتفكيري ومعاييري الاجتماعية وتقاليدي وسقفتي أنا كمصري فأنا عايز نصح الصبح نلعب رياضة وعايزين الظهر أو بعض الظهر زي ما بنروح البيت كنا نتغدى ولا مش عايف نكون لقمة طب هنعمل إيه لا ده احنا هنحضر بقى الحفلات المستمرة على مدار اليوم مسارح وموسيقى وفرق تجوب الشوارع في المدينة مش بس على الممشى السياحي الله طب وبالليل لا ده في حفلات كبار المطربين كل أسبوع طب يعني بقيت الأسبوع بتبقى العالمين هادية إطلاقا مليانة بفرق من كل أنواع الموسيقى وكل أنواع العروض الفنية فبقى في حالة صيفية مبهجة حالة سياحية شديدة البهجة وتفاعلية الناس طول الوقت مشاركة مع اللي بيحصل في العالم عالمين وده الزكاء اللي أنا بتكلم عليه لهذا السبب أنا فعلا بكلمك بجد لهذا السبب أنا معجب جدا بطريقة التفكير بتاعت المتحدة وهم بيعملوا العالم عالمين أنا من الناس زي ما كنت بقول مبارح أنا من الناس اللي دايما في عندها يعني سقف الطموح ده لي رزي كده طبقات فخلصنا الحتة دي خش على بعضه على طول فبعضه فكرة طب هتعملون إيه في الشتاء طب ويطار الشتاء هيبقى برضو في العالمين ولا هنعمل مثلا حاجة في القصر وأسوان ولا حاجة في البحر الأحمر ولا حاجة في سيوة بعدين لما تيجي تبصت لأ الله ده أنا عندي مهرجان إسماعيلية وعندي مهرجان القلعة يا خبر مصر يا جماعة حاجة تانية حاجة تانية